مسؤول في الخالجية الأمريكية فضل عدم الكشف عن اسمها أن وزير بلينكينس سيؤكد خلال اللقاء مع لبيد على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودعم أمريكا ثابت لأمن إسرائيل والتزامها بتجديد القبة الحديدية الإسرائيلية وكشف المسؤول أنه سيتم الإعلان فيما بعد اللقاءات عن تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الدول الثلاث واحدة عن التعايش الديني والثاني عن قضايا تتعلق بالمياه والطاقة وللحديث أكثر عن هذه الزيارة المرتقبة وهذا اللقاء ينضم إليه هنا في الاستوديو الزميل الصحفي بليغ أهلا بك بليغ يعني هناك ترقب دولي لهذا الاجتماع الثلاثي وهناك الحديث عن طلبات وطلبات مضادة إسرائيلية أمريكية الحديث عن طلبات تتعلق في الاستثمارات الصينية في إسرائيل من قبل الولايات المتحدة ومتطلبات إسرائيلية بالنسبة للملف الإيراني وقضية فتحة قنصرية ماذا في تفاصيل هذا؟ نعم فعلا يعني لبيد في هذه الأيام في واشنطن لديه أكثر من ملف ليبحثه مع المسؤولين الأمريكيين كان أمس مع هاريس في لقاء مع نائبة الرئيس بايدن اليوم كما تفضلت يلتقي مع أنتر بلينكين ولاحقا سيكون هناك لقاء ثلاثي يجمعه مع نظيره الإماراتي كذلك يعني من جهة أنتر بلينكين وبحسب مصادر من مسؤولين أمريكيين يريدون تأكيد التزامهم بحل الدولتين التزام بإقامة دولة فلسطينية وكذلك أنتر بلينكين يريد أن يتحدث خلال اللقاء مع لبيد حول العنف الذي يواجه الفلسطينيون من قبل المستوطنين في الضفة الغربية وعلى نفس النفس أيضا قضية التسوية في قطاع غزة هذا يوضح أن الملف الفلسطيني سيكون حاضرا وحاضرا بقوة من جهة أخرى لبيد يريد أن يوضح أمرا للإسرائيليين واضح جدا وهو أن هذه الحكومة هي حكومة متنوعة على فكرة لبيد بنفسه بحسب تصريحات سابقة طبعا وحالية حتى يقول أنه يدعم حل الدولتين مثله مثل إدارة بايدون لكن يعلم جيدا أن في هذه الحكومة الحالية لن يكن هناك أي فرصة للتقدم بأملخ الفلسطينيين بشكل عام وهنا يريد أن يوضح لبلينكين أنه في حال الضغط الأمريكي على إسرائيل أو عن الحكومة الحالية لتقدم في الملف الفلسطيني هذا من الممكن أن يؤدي إلى تفكيك الحكومة أمر بالتأكيد لا يريده بلينكين بالتأكيد لا يريده أو لا تريده إدارة بايدون بشكل عام نذكر هنا طبعا العلاقات المركبة بين إدارة بايدون أو إدارة أوباما ورئيس الوزراء السابق بن يمين نتنياهو وكما تفضلت قضية الصين بقضية الصين بليغ هناك تقارير إسرائيلية تتحدث أن لدى حكومة بنت لبيد سياسة جديدة صوب الصين ويتحدثون عن مسألة الصين بأنها مسألة أمن قومي لدى إسرائيل حديثني أكثر في تفاصيل هذه السياسة الجديدة حيال الصين نعم فعلا هي مسألة أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة منذ أن دخل جو بايدن إلى البيت الأبيض وهي ليست فقط قضية منافسة تجارية وأن تصبح الصين هي أكبر قوة اقتصادية في العالم وإنما ينظر إليها بايدن على أنها تريد التوسع في منطقة الشرق أوسط وفي العالم لكي تستطيع تقوية نفسها ومن جهة أخرى على طريق تدعم قوة معادية للولايات المتحدة كإيران كجماعات معينة في العراق حتى في دول التي تعتبر نوعا ما مقربة من الولايات المتحدة لذلك بالنسبة للولايات المتحدة الصين هي مسألة أمن قومي وليس فقط مسألة تجارية لذلك يريد بلينكين وهذا بحسب أيضا مصادر من البيت الأبيض أو من الخارجية الأمريكية بالتحديد يريد بلينكين أن يقول للبيد يعني على الأقل ضعوا حد معين لتعاملاتكم وتعاوناتكم الاقتصادية مع الصين لأن هذا يهدد وبحسب المصدر المصالح المشتركة لكل البلدين للولايات المتحدة وليسرائيل كذلك منذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض الصين تعتبر هي المركز بالنسبة له وهذا على فكرة أمر لم يذكر في اللقاء بين بايدن وبينت في الشهر الماضي بليغ أخيرا ما الغناء المتوقع أن يحملها لبيد في طريق عودته إلى إسرائيل من خلال هذه الزيارة في عدة ملفات نتحدث في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأيضا في ملف الإيراني وهو الملف الأبرز نعم الملف الأبرزيلي لا شك بفرق من الإدارة أو من الحكومة السابقة حكومة نتنيهو التي قالت نحن نريد أن نصعب الطريق على الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق نووي في عام 2015 نتنيهو ذهب بنفسي إلى الكونغرس بدعوة من الجمهوريين وبالرغم من أن ذلك أزعج باراك أوباما لذلك أوباما عندها قال له أنت خارج اللعبة لا يمكن إسرائيل أن تؤثر الآن لابيد وبينت أيضا يريدان أن يكونان مقربان من الإدارة الأمريكية لكي يؤثروا على ما سيحصل وما سيكون في فيينة في أشار القادمين متى تستأنف هذه المحادثات من جهة أخرى قضية فتح القنصلية الأمريكية وهنا نعود إلى قضية احتمالية تفكيك الحكومة الإسرائيلية لا شك أن الشق اليميني في إسرائيل سيعارض بقوة هذا الأمر ومن ممكن أن فعلا تقع الحكومة الإسرائيلية على هذه النقطة لذلك لابيد يريد أن يغتنم الفرصة بأن يقول لهم انتظروا قليلا لكي نستطيع على الأقل أن نمرر الميزانية وأمور أخرى غير ذلك وبعدها من ممكن أن نتحدث عن الموضوع حاليا هذا من ممكن أن يكون فعلا تهديد قوي لاستمرارية هذه الحكومة التي هي أفضل بالنسبة للإدارة الأمريكية من أي حكومة أخرى برئاسة نتنياهو بليغ صلادين الزميلة صاحب في 24 نيوز شكرا جزيلا لك حتى